السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً واسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 11 من الشطر 2 هنتكلم عن الكوفيلانتوبون ساعتني سميها الرابطة التساهمية ليه؟ لأنها أولاً ممكن تحصل بين زرات المادة الوحدة وممكن تحصل بين زراتين مختلفتين بشرط أن يحصل نوع من أنواع المشاركة بين الإلكترونات يحصل شيرنج من الإلكترونات في المدارات الخارجية تعالوا نشوف إحنا كاتبين إيه كوفيلانتوبونت ريكوايرز ذات إلكترون بي شيرد بتوين آتونز إن ساكش أوي ذات إيتش آتوم هاز إتيز أوتر إس سي بي أربطل فيلد طيب بمعنى إيه؟ بمعنى إن بيحصل إن أو يتطلب الكوفيلانتوبونت إن الإلكترونات تتشارك فيما بينها في الزرات بشرط أن الأوتر شيل لكل زرات منهم تبقى مكتفية به عدد مناسب بعددها اللي هو تبقى ستيبل وبعدد الزرات مكتفية أو متشبعة بعدد الإلكترونات في مداره الخارجي إجزامبل على كده في السيليكون with a valence of four السيليكون إحنا عارفين إنه هو فيه أربع إلكترونات في مداره الخارجي طيب إيه اللي يحصل؟ يبقى السيليكون أبوص ألاقي السيليكون وهو فيه أربعة في مداره الخارجي يروح مشترك مع أربع زرات أخرى إيه اللي يحصل؟ كل واحدة منهم تتشارك بإلكترون معها فيبقى عندك 2 إلكترون من دي طيب وبعدين و2 إلكترون من دي و2 إلكترون مع دي وهكذا واخدى إلكترون من عندها وإلكترون من الزرة التانية الأربعة دول يتشاركوا يبقى هنا حوالي زرة السيليكون يبقى حواليه 8 إلكترونات في مداره الخارجي وبالتالي يوصل لنوء من أنواعها تشبع يبقى مليان بالإلكترونات بتاعتها يبقى إنا بيقول لك فور كوفيلانت بوند ماس بي فاون يعني أنا بالضبط كنا بيبقى عندي أربع روابط التساهمية مع زرة السيليكون عشان يصل إلى مرحلة من التشبع في مداره الخارج تعالوا نشوف البروبرتس بتاعت الكوفيلانت بوند قال لك البروبرتس بتاعت الكوفيلانت بوند نمرة واحد الكوفيلانت بوند تعتبر are the strongest of the chemical bond يعني دي من أقوى الروابط الكيميائية الحاجة التانية ليه من أقوى الروابط الكيميائية لأن الزرات متدخلة مع بعضيها متشابكة مع بعضيها مش واحد بيفكر واحد يكتسب لا دا متشاركين مع بعض في الإلكترونات فكأنهم بتصرفوا كأنهم زرة واحدة أو مدى واحدة كوفيلانت بوند ماتيريالز generally have very high melting point يعني في الغالب بيكون درجة انصهار المواد للكوفيلانت بوند بتبقى عالية and are generally insoluble وهي غير قابلة للزوبان تب يديها قوة نمر لبعد كده they typically did not conducted electrically electricity عفوا as a solid or in solution because كوفيلانت بوند are highly directional يعني بيقول أن المواد اللي هي كوفيلانت بوند في الغالب بتوقع توصيلها للكهرباء وانا فيش نوصيل الكهرباء لا في الصولد ولا في السليوشي لأن الكوفيلانت بوند بتبقى high directional يعني وقد التجاه عالي جدا وبالتالي هي غير موصلة للكهرباء وهي الثانية بون الكوفيلانت بوند ماتيريالز tend to have less symmetry than ionically bond material يعني الكوفيلانت بوند عندها سيمترية أقل من الionic bond materials الانتابع الهجيانت بوند الانتظار